انساني صعب جدا زي ما احنا مش شايفين عائلات لانه العائلات دي جات كابل من المدن اللي بدأت طالبان تستولى عليها خلال الاسبوعين اللي فاتوا فبدأوا بآلاف ييجوا يعودوا فين في كابل في الشارع قاعدين في الشوارع زي ما عائلات وضع صعب جدا الامو التحدة بتطلق حملة عشان دعم الناس زي تيأكلوهم حد يأكلوهم ده الوضع للأفغانستان النهاردة هيتعود أفغانستان الزيتاني العالم هيعمل ايه في افغانستان الامريكان قال لك والله احنا ملناش علاقة ومش هنضرب ولا هنستخدم قول عسكري بتاعتنا على الاطلاق الا اذا حدث اعتداء علينا من الاخر محدش عايز يدخل في معركة عايز اقول لحضراتكم الافغانستان هي يعني زين بيقولوا كده ايه يعني مقبرة للانجليز قبل كده ثم الاتحاسي في قبل كده ثم الامريكان حاليا ثلاث قوة عظمة مقبرة في افغانستان افغانستان محدش يعرف تضريس هذا البلد الصعب إلا أهلها للروس عرفوا يعني اتهزموا ولا الامريكان عرفوا اتهزموا لأنه انسحابهم ده هزيمة مش انسحاب بالمزاجه هو من الاول عنده خسائر ومش عايز يفقد جنود تانين ونتيجة للا حصل ثم النهاردة قالك هنبعتنا مجموعات اخرى قوات اخرى بس ايه عشان نأمن بس المطار الى حين ننقل كل رعاية بتوعنا وينقل كل الافراد اللي تعاونوا معهم خلال العشرين سنة قادي قوات بتستسلم اهو وبيوقع وبيمضي بيمضي حضرتك على انه بيسلم القاعدة بتاعته اتفضلوا فيها خمس زبابات فيها عشرة هنا طبعا وضع البلوك الفلوس زي ما انتم شايفين كده قادي الناس وقف عشان ايه في العاصمة كابل عشان عايزين ناخد فلوسنا طبعا لحد تتكلم على فلوس ولكن هي بتبقى عادة عندما يكون هناك فوضى وحاليا افغانستان هناك فوضى مين مع مين بالمناسبة الفترة دي ممكن يدخل كل الناس من اي حتة يدخل يخرج الناس زي ما هي عايزة ففي الفترة دي اصعب فترة لان الحدود مفتوحة لللي داخل واللي خارج وكل الدول اللي حوالين افغانستان النهاردة في حالة اضطرابة روسيا من شوية قالت احنا حتى الان خلي بالك حتى الان تحتها كذا خط حتى الان لم نعترف رسميا بطالبان ده مين؟ روسيا من ساعة قالك حتى الان ما قالش ان احنا مش هنعترف قالك حتى الان يعني ممكن يعترف بكرة بعد وبعد مجلس الامن متضايقين من الوضع اللي في افغانستان حاليا فمجلس الامن قرر بسرعة بكرة اجتماع الساعة عشر صباحا بتوقيتهم عشر الصبح جدا بتوقيت نيورك اجتماع لمجلس الامن الدولي عشان ايه؟ عنوان واحد وبند واحد ماذا يجري في افغانستان؟ ايه اللي بيحصل فيه افغانستان؟ طب طالبان هنعترف بيها ولا هنسيبها؟ وزير رئيس الوزراء جونسون البريطاني قالك ما فيش دولة في العالم تعترف من جانب واحد بشكل واحد بطالبان يا سيدة الامريكان قاعدين بالفوضى معهم